الناس قاعدت تتأمل هو لماذا الله سبحانه وتعالى خلقنا كان سؤال كبير عند العلماء ده غير مقاصد خلقنا لكن ما الذي خلقنا الله من أجله لأنهما أنتوا عارفين أن ما فيش حاجة تنفع أن يتحفز ربنا يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول الله يكون فيكون فقالوا لا نرى شيئا خلقنا الله من أجله وهو مستغني عن عبادتنا فربنا مش خلقنا عشان هو إله فيعبد لا الله غني عن عبادته قالوا طب ليبسط قدرته قالوا مش محتاج أنه يبسط قدرته قالوا ما لأيه قالوا مش شايفين أن ربنا خلقنا بغير أن يحصل على ثمن وهو غير محتاج إلينا مش شايفين معنا غير أن الله خلقنا لأنه يحبنا فالله يحبنا لكن الحب اللي احنا منتكلم في هذا الحديث هو الحب الخاص بقى مش حب الخلقة لا حب ماذا؟ حب الوصل والوصال إن ربنا يحب عبد إن هو يبقى موصول وده محد فضل من الله وعشان كده أول حاجة بيظهر فيها محبة الله في هذا العبد معاني الرحمة والخير واليمان عشان كده بقول للناس مع الحديث ده فيه ثلاث إصناف من الناس رجل يعيش بالحب وده بينجو ورجل لا يعرفه معنى الحب وده يهلك لأن من أحد روايات الحديث وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه ثم توضع له البغضاء ثم توضع له البغضاء في الأرض إيه اللي حاصل يعيش حياته في البغضاء يعيش حياته في عدم الحب فيهلك وده وقت اللي يصدق عليه حديث رسول الله سلم ومن سخط فله السخط يعيش بقى في كدر ونزاك إيه اللي حاصل يعيش بقى حياة الضنك يعيش في هذه الحياة التي مليئة بالضنك